شايف إنك بدأت مع ناس هما دلوقتي حضرتك نجم وهم نجوم بس شايف إنه ممكن يكونوا سبقوا بخطوة مش حاسس إنك اتظلمت في ده إنه ممكن يكونوا سبقوا وكنتوا هما سبقيني في خطوتين إنه هو بياخد ملايين وهو بيتباع بحل أنا محبوب أنا الناس بتحضني في الشارع بصدق وبقلب مش عايز مني حاجة أنا فينا أنا بركب أحيانا أحيانا أنزل ما بحبش سواء بركب مثلا المشروع بتاع التاكسيات ده مش عايز الراجل يحاسبني وعايز يصور معايا وعايز يكلم المدام ويقول لها ويصورني فيديو ويقول لها بصي ده عندك أهم طبعا أصدقى ده اللي هيبقى إحنا كلنا هنمش زي ما مشي العظام مين فكرهم أنت فاكرة صفالة مختار فاكرة عدلي كاسب دلوقتي حالا لو عملتي على الموبايل وعملتي سيرج هتقول لي إيه ده الراجل ده جميل بحبه تمام الناس دي أصبحت باقية بأعمالها أنا أتمنى أبقى باقي بعملي وفي نفس الوقت مبقاش عملت حاجة تسيء أولا لوطني تمام طب بالمناسبة مين القريب ليك طيب من إحنا ذكرنا ناس كتير مين القريب ليك لحد دلوقتي في الوسط الفني؟ ومن فترة؟ كلهم على فكرة لا كصداقة يعني بتتكلموا فيه اللي بنتكلم كل يوم كل يوم أو كل يومين هنيدي هنيدي على طول آه يعني بتتكلموا آه طبعا آه بزعقلوا وبدأت دايقوا وأشرف عبدالباقي آخر مرة داياته إمتى؟ قلت له إيه؟ يعني تقريبا من أسبوع يعني حتى أناكب فيه كده فتدايقوا بتأكده أنا أشرف عبدالباقي عزيز عندي جدا وأخ وحبيب وصديق وعمر ترجمة نانسي قنقر